تحت رعاية وزير شوان الشباب ورياضة سعادة سيد هشام الجودر اختتمت اليوم فعاليات وأنشطات برنامج أجيال 2030 بمركز سلمان الثقافي وذلك بعد شهر كامل من الأنشطة التعليمية والتدريبية المتنوعة والتي هدفت إلى سقل مهارات الأطفال والنشئة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي من ضمن الخيارات المفتوحة خلال عطلة الصيف استثمرت عشرات العوائل البحرينية في أبنائها الأطفال والناشئة عبر برنامج أجيال 2030 بمركز سلمان الثقافي وذلك من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والتي تصل إلى نحو 13 برنامجا مختلفا ساهمت في تنمية الثقافة المعرفية والإبداعية ليسدل السيتارو بعد نحو شهر من العمل الدقوبي في المركز بصيغة حفل متكامل من إعداد وتقديم المشاركين في البرنامج طبعاً هو كامو معروف اليوم الاستثمار الحقيقي في الأطفال في تكوينهم وهم صغار كسبهم العديد من المهارات منذ صغرهم هو اللي بيحلهم في المستقبل أن يكونون محترفين ومتمكنين من أي هواي أو مهارة هم يكتسبونها سواء كانت تكلم عن مهارات قيادية أو مهارات فنية أو أشغال يدوية أو اليوم حتى بعض المهارات إذا صح التعبير سمناها هندسية سواء كان في مجال الإكترونيات أو مجال حاسب الآلي وغيرها كلها مهارات اليوم الصغير إذا تعلمها أو تعلم مبادئها وسنة وراء سنة يبتدي تعلم وتطور في هذا التعليم يوصل إلى درجة التمكن من هذا المجال مركز سلمان مثل ما تفضلتي لتاريخه الكبير برامجنا قاعدة تطور سنة عن سنة المشروع إطلاق أجيال 20-30 نحن قاعد نتكلم يعني هو امتداد على العديد من البرامج يمكن قاعد نهيئ جيل يصل بعد ذلك إلى مرحلة الشباب وأيضا يواصل مسيرة تدريبة وتعهيلة لما يكون عندنا شاب متكامل من جميع الجوانب مؤهل للدخول بقوة في أي مجال من المجالات التي تحتاجها الدولة واجتمل حفل الختام على عروض فنية موسيقية ومسرحية تضمنت عزفا على الآلات المتعددة وسكتشات مسرحية صامتة بالإضافة إلى تقديم لوحات فنية وأشغال يدوية ومعرض لمشاريع المشاركين في الجوانب العلمية والتقنية والإعلامية والقيادية أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين